لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدًا عبده ورسولهما بعد حياكم الله في درس التفسير وصلنا إلى الآية 38 قوله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آية 37 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًا وَلَنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لك من الله من ولي ولا واق يقول الله سبحانه وتعالى أي وَكَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ الْمُرْسَلِينَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهُمُ الْكُتُبْ مِنَ السَّمَاءَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مُحْكَمًا مُعْرَبًا فالقرآن واضح قرآنا عربيا وقرآنا مبينا بينا ما فيه غموب هذه القضية متكررة جدا أننا القرآن لا يوجد غموب القرآن واضح لماذا هذا القضية نؤكد عليه لأن البعض يتكلم يقول لك أنا لا أريد أن يتكلم عن القرآن لأن القرآن كله في خلاف ما هو القرآن كله في خلاف هذا يعتبر طائعا في القرآن رب العالمين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن هداية للبشرية ما هو القرآن على جانب بطريقة غير مباشرة فنريد أن ننتبه لأن البعض يعني سبحان الله عنده طرق خبيثة فشنو يقول لك يقول لك يبقى تشوف القرآن وفيه تفاصيل وايد وفيه اختلافات وايد حتى فيه من الأمور اللي كان يتناقش فيها الشيخ الألباني رحمه الله يعني إمام جبل رحمه الله في العلم عنده مناقشة اسمها مناقشة أفراخ المعتزلة فلما جوله فقالهم أول شيء قبل لا نتناقش نبي نتفق يعني هذه أصول النقاش أنت تبي تناقش واحد لازم يكون عندك أساسات تتناقش عليها أما أتيه تناقش واحد أنتم ممتفقين بالأصول ما راح تصل إلى نتيجة فقالوا لي تمام فقال الشيء الأول أننا احنا مرجعنا القرآن والسنة نتفق أننا إذا اختلفنا يكون مرجعنا القرآن نرفضوا سبحان الله تخيل هذان يجعوا مسلمين رفضوا أن يعتبروا القرآن مرجعا عند الخلاف قالوا مشلون يعني احنا مسلمين مشلون أننا احنا نرفض القرآن يكون كمرجع لنا عند الاختلاف فردوا عليه شنو قالوا قالوا لأن كل آية في القرآن فيها خلاف فيها شك فشلون نحنا يكون مرجعنا شيء فيه شك المرجع قالوا العقل فالألباني رحم الله شنو قال قال الآية أف الله شك قال أنت نحين هذه الآية أف الله شك إذا أنت تشك فيها ماذا أنت كافر فهذا من الخطأ أن في ناس شنو يسوق لك يقول كيف القرآن خلاف وأقوال وكذا لا 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 غلط صح أنت لما تفتح كتب المفسرين راح تجد في آيات يكون فيها خلاف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق طيب يختلفوا مثلا إلى المرافق يعني مقصود مع المرافق مشمولة ولا تكون إلى المرافق والمرافق غير مشمولة يكون في خلاف فقي لكن ما حد يختلف أن الصلاة واجبة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما يختلف يعني العلماء أن الله سبحانه وتعالى له يد أن الله سبحانه وتعالى له وجه ما يختلف علماء نقصد علماء للسنة والجماعة الحمد لله القرآن بيّن فلذاك يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه حكماً عربياً يقول كذير رحمه الله يعني معرباً بيناً واضحاً ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ طبعاً هذه الآية تعتبر يعني تهديد يعني ظاهرة تقول هذا تهديد النبي عليه الصلاة وسهو لكن طبعاً حاشاً النبي عليه الصلاة وسهو أن يتبع أهواء الكفار وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ أي أراءَهُمْ بعد ما جاءك من العلم وهذه القضية كذلك خطيرة أن الإنسان يكون عنده علم وما يتبع العلم الذي عنده فهذا يكون في شبه من اليهود ليش؟ اليهود يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي لوميين وكذاك النبي لجميع الناس وصفته يجدونها موجودة مكتوبة في التوراه ومع ذلك ما اتبعوا أو أكثرهم ما اتبعوا فلذلك نالوا غضب الله سبحانه وتعالى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ما لك من الله من ولي ولا باق وأعفون ولا واق يعني لا أحد يحميك من عذاب الله سبحانه وتعالى لا أحد ينصرك من عذاب الله ولي ناصر يكون ينصرك يقف معك ضد الله سبحانه وتعالى مستحيل أو أي أحد يقف أمام الله سبحانه وتعالى فهو خاسر يعني يقصد ضد الله وقال وَلَا وَاقِهُمْ يقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى طبعا يقول من كثير رحمه الله يقول وهذا وعيد لأهل العلم وهذا وعيد لأهل العلم أي واحد عنده علم علم بالحق بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقوال الصحابة وبعدين يتركه ويتبع الهوى يندرج تحت هذا التهديد ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيًا يقول كثير رحمه الله وَكَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم رسولا بشريا كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشرا كما قال الله سبحانه وتعالى عنه في صورة الكيف قال عن نفسي عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يعني ما أعلم الغيب ولا أخلت في الدنيا وأتزوج النساء حالي حالكم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء ثلاثة من الرجال يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين واحد منهم قال أنا أقوم الليل ولا أنام والثاني قال أنا أصوم الدار ولا أفضل والثالث قال أنا أعتزل لا أتزوج النساء قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ما هذا الكلام هل تظنون أنكم ستتقربون إلى الله فيه تبتلكم هذا أو فيه تنطعكم قال أما أني أتقاكم لله وأخشاكم له شوف شلون الحين النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا الميزان شلون الواحد يكون تقيا كاملا أو متجه للأكمل أصوم وأفتر أصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا هو الطريق الصحيح أن شلون ولا تنسى نصيبك من الدنيا خلقنا الله لعبادته خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته ولكن هذا ما يعني أني أنا أركل الدنيا وكذلك ما أركن إلى الدنيا مو معناته أنا أرفض الدنيا وما يهمني أي شيء في الدنيا وكذلك مو معناته أن نجنوا يكون همي الدنيا لا أكون في حال وسط أن يكون همي الدار الآخرة والدنيا هذه تكون معينة لي للوصول إلى الدار الآخرة وجنة الفردوس فيقول بالكثير رحمه الله كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات وهذه كانت من انتقادات على الأنبياء ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثل الحين لما يتشوفون واحد مثلاً إيمان مسجد والأحافظ القرآن ولداعية وملتحك يتشوفونه مثلاً يلعب طائرة ها أنت شون تلعب طائرة واذا لعب طائرة أنا ألعب طائرة وأفوز وأخسر ها أو في ناس يلعبون باليارد يفوزون يخسرون ها روح الحداق ها روح الجاخور مثل بعض الناس ولا يعزمون هذيك فيغتل يعني بشر ففي ناس يظنون وهذا بسبب الإعلام أو من أسبابه الإعلام أن الواحد لما يكون مثلاً ربي لوحيته مقصر دشداشته ويحرص على الصلوات الخمس معناته هذا ما يتمتع بالحلال لا 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 هذا فهم خاطئ المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى يربي الحيته ويصلي في المسجد الصلاة الخمس ويحج ويتصدق ويصوم ويحسن خلقه وكذلك لا بأس بالأشياء المباحة ولا بيلعب طائرة بيلعب مثلاً باليار الأشياء المباحة يتسابق يكون مثلاً عنده هواية ممحرمة يعني مثل بعض الناس يكون يكون عنده طيور زين يعلمها شو تتكلم تفاهميني فهذه الأشياء ما تدل على أن الشخص هذا فيه نقص وأنه هو مفرد في الدين لا هذا من طبيعة الناس كما النبي عليه الصلاة والسلام نمر الصبي معه الطير ففي يوم الأيام جاء هذا الصبي ما عنده طير فقال يا أبا عمير ما معلنه غير عنده طير صغير ويلعب فيه صديقة ما قال لي عليه الصلاة والسلام حق قبولة وحرام ولازم أنت ولدك وتخليه يحفظ قرآن ليل نهار ويسومك لا ما عنده هذا الأمر فيقول كثير رحمه الله تعالى يمشون في الأسواق ويأتون الزرجات وهذه سنة الحياة وهؤلاء الرسل والنبي عليه الصلاة والسلام صار مسيرهم ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ثم قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له ليش لأنهم يطلبون يا محمد يا عيسى يا موسى ورنى كذا بكذا طيب هو مو كيفا ليس هذه الآيات والمعجزات ليست من عندي أنفسهم هي تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطاه هذه الآيات وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ثم قال لكل أجل كتاب أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها وكل شيء عنده بمقدار إن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في عام أو يولد في عام الفيل ويبعث بعد أربعين سنة ثم يموت بعد ثلاثة وعشرين سنة كل شيء مكتوب وكل شيء يأتي بمقدار وكل شيء يسير على هالة المقدار الذي قدره الله سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى الآية 39 يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ابن كتير رحمه الله ذكر كذا قول بالنسبة لهذه الآية يمح الله ما يشاء ويثبت قال إلا الحياة والموت في أشياء يمحوها ويثبتها إلا الحياة والموت هايثة أن هذا السايحة في هذا الوقت يموت في هذا الوقت هذا ثامت ما يتغير والشقاء والسعادة إن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار طيب فإنهما لا يتغير وهما يتغير من الأقوال من الأقوال اللي ذكرها وكذلك ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله وتعالى إن يمحو الله ما يشاء اللي موجود في أيدي الملائكة ما تعلمه الملائكة ويثبت أي عفوا ويمحو الله ما يشاء ويثبت يعني هذا فيما أيدي الملائكة متعرض للتغير وعنده أم الكتاب هذا لا يتغير هذا ما يتغير اللوح المحفوظ أبدا ما يتغير طيب وكذلك علم الله سبحانه وتعالى ما إحنا كمسلمين نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ما أو ما عندنا أن الله سبحانه وتعالى كان فيه شيء يجهله بعدين علمه وتغير وتردد لا فيه شيء يسمونه عقيدة البداء شنو عقيدة البداء أنه فيه شيء الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم أنه فيه شيء مثلا هم يقولون أن الله ما يعلم هذا الشيء وبعدين لما صار علمه هذه عقيدة اليهود والطوائف محسوبين على المسلمين طيب لها نحن عندنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء الله سبحانه وتعالى في علمه السابق أنه في سنة 2020 أو آخر سنة 2019 سوف يكون فيه كورونا ويزيبها الدولة وينقصبها الدولة وفلان سيموت وفلان سيتجاوز وفلان سيتجاوز وفلان سيتجاوز كل شيء مكتوب فالمهم يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا عند الملائكة الملائكة تسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صاحب اليمين وصاحب الشماء تسجل لكن هل كل شيء تسجله الملائكة ثابت ولا يتغير لا وهو عرض للتغير وعنده أمور كتابي عن اللوحة المحفوظ ما يتغير شلون أو شلو المثال اللي وضع هذا الأمر على سبيل المثال قضية صلة الأرحم النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يبسط له في ذكري وينسأ له من أراد أن يبسط له في رزقي وينسأ له في ذكري فليصل رحمه طيب فصلة الرحم تزيد العمر طيب شلون يقول شلون تزيد العمر إذا كل واحد مكتوب أجله فيعني من التفسيرات جميلة وحتى اللي يحب يرجع حق كتاب عمر الأشغر رحمه الله في القضاء القدر وغيرها محمد إبراهيم الحمد كذلك حبيث الله مراجعة شيخ مباس رحمه الله أن على سبيل المثال الملائكة مكتوب عندهم أن فلان سيموت بعمر خمسة وخمسين مكتوب عندهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا يعني أن أحدكم يجمع وخلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة علاقة مضغة ثم يبعث الملك على حسب في رواية على أنه مئة وعشرين وفي رواية على أنه أربعين يوم المهم يبعث الملك فيؤمر بكتب رزقه وكذا وأجله طيب الآن يكتب الأجل في الكتاب اللي عند الملك أو غيره الملك الثاني اللي يكتبون للأجاب هذا الملك ما يعلم الغيب فتلقى مثلا يكتب أنه عمره خمسين أو مثل ما قلنا خمسة وخمسين لكن سبحان الله هذا الشخص يصل عمره إلى خمسين ومن عمر خمسين هو يبدأ بصيلة الرحم كان قاطع لي لوالدي وكان قاطع لأعمامه وكل أهل الآن بدأ وتاب وبدأ يصل رحمه فش اللي يصير الله يأمر الملائكة لا زيدوا عمره ما راح يموت عمر خمسة وخمسين راح يموت عمر سبعين يمحو الله ما يشاء طيب ويثبت وعنده أم الكتاب طيب في أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ مكتوب إن هذا الشخص فلان ابن فلان سيكتب عمره مثلا خمسة وخمسون ثم سيصل رحمه على عمر خمسين فيزاد في أجله خمسة عشر عاما فيموت على العمر سبعين فكل شيء موجود في أم الكتاب ولا يتغير هذا أحد الأقوال في قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفَيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغَ وَعَلَيْنَا حِسَادٌ يعني رب العالمين كتب على مثلا قريش أنه راح يموتون أو يقتلون أو كذا وعلى الروم وعلى فارس فيقول الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهديه وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ في وعود يقول من كثير رحمه الله تعالى وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ يَا مُحَمَّدَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ وَأَعْدَاءَكَ مِنَ الْخِزِي وَالنَّكَالْ عن خسارة في الدنيا والهزيمة أو نتوفيّنك أي قبل ذلك يعني قد تموت قبل أن ترى هزيمة الكفار يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يرى فتح بيت المقدس فتح بيت المقدس في زمن عمر طيب يعني هذه في فائدة مهمة جداً يا أخواني أن المسلم يجب علي أن يؤدي دوره أما النتيجة هذه أنت لا تهتم لها صح الواحد إذا شاب نتيجة طيبة يفرح لكن لا يعني تهمك وايد النتيجة أهم شيء أن أنا أسأل لي علي اللي علي مثلاً أن أنا أبني مركز إسلامي أنا ممكن يكون في خطتي أني أنا أبني مركز إسلامي ويكون في مدرسة ويكون في جامعة ويكون في كده في الدولة الفلانية وأننا نخرج طلاب طيب أنت قد تموت قبل أن يكتمل بنا أنت قد تموت في أول سنة من الإنشاء يمكن ما ترى الثمرة طيب هل أنت آثم؟ لا هل تتحسر؟ لا تتحسر ما تتحسر فألمون أن أنت سويت اللي عليك بديت البدرة وسويت اللي عليك وسعيت في جمعة تبرعات وبنيت هذا واخترت الدعاة واخترت الإداريين وبعدين هم يكملون إن شاء الله ولو ما يكملون أنت ما عليك شيء ليش؟ لأنك أديت دورك فيا محمد قد ترى أمامك هزيمة العداء وراء بعضها عليه الصلاة والسلام هزيمة الكفار في بدر وقد ألقي هؤلاء الكفار نتنى سبعون قتل منهم سبعون صناديد قريش رؤساء الملأ من قريش وإما نرينك يقول الله سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيهم ثم قال فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أنت وظيفتك أنك تبلغهم موظيفتك أنت تشوف النتيجة وتحاسبهم أنت ليش أسلمت أنت ليش أسلمت ما أسلمت الحساب على الله سبحانه وتعالى أي حسابهم وكذلك جزاؤهم ثم قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كنت تتكلم علماء يعني ما المقصود ننقصها من أطرافها قال ابن الكثير رحمه الله ينقل عن عباس فضي الله عنه أولم يروا أن نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض يعني ذكر تفسير الآية المقصود ننقصها من أطرافها يعني بالفتوحات الإسلامية أول شيء كان الإسلام في المدينة وبعده صار حروب لما السنة الثامنة فتحت مكة وبعدين في زمن أبي بكر زي بن عمر فتحت الدولة فلن إلى أن وصل إلى الشرق الصين والسن والهند فانتشر وصل إلى الغرب أوروبا الأندلس وأسبانيا قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال الحسن والضحاك رحمهم الله هو ظهور المسلمين على المشركين هو ظهور المسلمين على المشركين وكذلك من الأقوال قال مجاهد رحمه الله نقصال الأنفس والثمرات وخراب الأرض نقصال الأرض يعني نقصال الأنفس والثمرات وكذلك من الأقوال أي خراب الأرض بموت الفقهاء والعلماء هذه الأقوال التي جاءت في كلمة ننقصها من أطرافها ثم قال من كتير رحمه الله والقول الأول أولى يعني ننقصها من أطرافها بالفتوحات الفتوحات تفتح فتمقص أرض المشركين كما قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى يقول هذا كذلك اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يعني قبل القوليش مكر الكفار برسولهم مكر قوم لوط بلوط مكر قوم إبراهيم بإبراهيم اللي حطوه بالمنجنيق والقوه في النار فقال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وكذلك مكر قوم لوط بلوط فذهبا أرسل الله سبحانه وتعالى ملائكة على صورة بشر رجال حسان الوجوه فمكر الله فيهم اطلاعوا ملائكة وفجعلوا عالية سافلة عالية قلب عليهم الأرض وأرسل عليهم حجارة من السماء وماتوا وعقبوا فيقول الله سبحانه وتعالى فلله المكر جميعا يعني شنو فماكر الله بهم يعني هذه فيها إخواني سالفة تسلية أنت يمكن تضايق هذا يسوي خطة ضدك وهذا يسوي خطة شو المعناة المكر اللي هو الخطة بخفاء فهذا يسوي خطة ضدك وهذا يسوي خطة ضدك فأنت تضايق قد تيأس لا لا تيأس ليش؟ لأن أنت المسلم أنت مع الله سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى فلله المكر جميعا فمكن الله بهم وجعل العاقبة للمتقين فجعل العاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ خَيْرُوا الْمَاكِرِينَ بيسوون خطة نبي نقتل محمد صلى الله عليه وسلم أو نخرجه أو نسجنه طيب ما كان الله سبحانه وتعالى به خرج من المدينة وما أصابوه بسوء ثم لجأ إلى المدينة وأعزه الله سبحانه وتعالى بالأنصار ثم جاء فاتحة لمكة وصار الخزج والعار لهم هؤلاء الكفار الذين ما أسلموا ثم قال الله سبحانه وتعالى وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مُقَبْلِينَ فَلِيَلَّهِ مَكْهُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ رب العالمين يعلم السرائر والظاهر كما قال الله سبحانه وتعالى يوم التوب للسرائر وَسَيَعْلَمُوا الْكُفَارِ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ أي لمن تكون الدائرة والعاقبة الكفار سيعلمون العاقبة له ملا للمتقين طبعا إكيد متقين كما قال الله سبحانه وتعالى والعاقبة المتقين إن ما كانت في الدنيا تكون في الآخرة أكيد فالعاقبة تكون للمتقين بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة ليش لأن إحدى الحسنين يا أما الشهادة في الدنيا أو الجنة في الآخرة أو لاثنين أو لاثنين ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة آية 43 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ يقول الله سبحانه وتعالى كما ذكر من كثير رحمه الله يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسل أنت لست برسول أنت مجنون أنت ساحر أنت شاعر أعوذ بالله طيب قبل الله يرسل أنت صادق الأمين وخير الرجال الحين صار ساحر مجنون هذا لهواء يقولون لست مرسلة أي رب العالمي أرسلك ثم قال الله سبحانه وتعالى ليرد عليهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة وشاهد عليكم فيما افتترون من البفتان لا لا تشوفوا أنا بيني وبينكم رب العالمين هو الشاهد علي أن أنا بلغت وشاهد عليكم أنكم كذبتم فهو الشهيد سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن عنده علم الكتاب يعني أيضا يشهد أهل الكتاب يشهدون أن النبي محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ومن عنده علم الكتاب هؤلاء أهل الكتاب عندهم في التوراة والإنجيل ومبشرا برسولياتي من بعد اسمه أحمد فاشنو أنتم تكذبون أنا أخبركم بالحق وأرسل الله سبحانه الآيات على يدي على يدي وكذلك أهل الكتاب يشهدون لي لماذا أكذب فيقول من كثير رحمه الله وتعالى ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صيفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبي متقدمة من بشارات الأنبياء به كما قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بآياتنا يقنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فرب العالمين يعني هذه الآيات يريح النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت تحتاجت كداعي تحتاج الراحة أنت لما تقرأ هذا الكلام ترتاح ولا أنت إذا شفت الناس أحتتعب نفسيا بس الله سبحانه وتعالى خلصتنا بس الله سبحانه وتعالى تقبل مننا وبذلك انتهينا من ترسيل صورة الرعد هكذا بس الله سبحانه وتعالى مرحبا